صفقة أخرى انضمت لكرة السلة وزي ما قلت حدركم الحلقة اللي فاتت ما تقلقوش في جهد مبزول في شغل بيتبازل في مجال أو فرع كرة السلة وبيتم الإعلان عنه تباعا احنا كنا الحقيقة عارفين من حوالي 10 تيام أو من 15 يوم الكلام ده ولكن طبعا ما كناش نقدر نعلن عنه إلا بعد ما النادي أعلن عنه هو لعب طلاق الجيش إبراهيم هشام اللي تم التعاقد معاه من النادي الأهلي قادما من نادي طلاق الجيش واللي وقع عقود انضمامه لمدة أربع سنوات قادمة أعلن كابتخاذ العوض من دين نشاط النادي الأهلي نضم إبراهيم هشام لعب منتخب مصر وطلاق الجيش إلى النادي الأهلي في عقد مدته أربع سنوات قادمة وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية الخاصة بانتقال اللعب من أجل الانتظام في فترة الأعداد استعدادا للموسم أجديد طبعا دي صور يعني إبراهيم وإبراهيم بلعب في مركز الجرد الحقيقة في المكان اللي تم طبعا تدعيمه خالفا لعمر عزب بعد ما ميشي وكمان أبو النصر إبراهيم هشام من اللعيبة الوعيدة واللي لها مستقبل كبير ولسه سنه صغير وكان محط أنظار لفرقة كبيرة كلها في فترة الانتقالات الصفية فرق كفي أكتر من نادي دخلوا في صفقات وكان طبعا أندية كبيرة دخلت بحاولة محاولة تنضم طبعا إبراهيم ولكن برضو رغبة اللعب هنا مهمة وأكيد إن شاء الله نحاول نجلب لكم إبراهيم في حلقة جاية برضو نقربه ونعرفه لحضراتكم ونعرف كواليس انضمامه للنادي الأهلي أكتر وأكتر في برنامج الأبطال اللعب كان ننضم في كذا مناسبة للمنتخب الوطني الحقيقة وبينتظروا مستقبل كبير خاصة أن سنه صغير وكان أداءه كبير مع نادي طلع الجيش في آخر موسمين ترجمة نانسي قنقر